طبعا بعد تعليمات معالي وزير الصحة دكتور جمال الحربي وسيد الوكيل وزارة دكتور محمد الخشتي وتوصيات مجلس الوزراء على توفير خدمات الكترونية للمواطن والوافدين بشكل عام دولة الكويت وتسهيلا وتخفيفا للزحمة اللي قاعدة تصير مرافق الوزارة الصحة فنحن بلشنا التطبيق خدمات الكترونية على موقعنا بوزارة الصحة بالتعاون مع قطاعات أخرى بوزارة الصحة والحمد لله بلشنا طبعا كان في خدمات وردي كنا نسويينها تقريبا سنة ونص سنتين اللي تخدم هي فحص العمال الوافدة عن طريق الونلاين الشركات يتقدم وفي فحص العاملين بالتغذية وفحص قبل الزواج وهم نفس الشيء سوينا حق إدارة تراخيص طبية بحيث أن القطاع الأهلي يخدم عن أونلاين يقدمون على طلبات تراخيص طبية كان كلها موجود سابقا الكترونيا بس طبعا الحين زدنا عليهم هي خدمة نظام حجز المواعيد زيادة حلوة هذه هذه وايد حلوة صراحة ورح سهل وتريح وتخفف الزحمة بالمستوصفات وبالمستشفيات بس طبعا راح نسوي على مراحل نعم يعني على مراحل احنا تولنا بلشنا سوينا لها اللونش رجعنا فعلنا تراخيص الصحية كانت مرت عليها فترة بعدين فعلناها مرة ثانية قطاع الأهلي راح يرتاح منه ويستانس زيادة الزحمة راح تخف على إدارة تراخيص الصحية بدأ ما يقول لهم مناديب وهذا يلا بأونلاين يقدمون قطاع مستشفى معين أو كلينك معين أونلاين يروح يقدم عن نعم أطباء يعني مو طبيب واحد بروح كل بروحه بالنسبة حق المواعيد والمستشفيات راح تخفف على المراكز الصحية راح تسهل على المواطن